موسيقى مشاهدين الكرام أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات سؤال جاري حلقة الليلة بعنوان هل غزوة باريز لها علاقة بالإسلام غزوة قام بها جنود الدولة الإسلامية غزوة غزوا بها الكفار مثل ما كان يغزو محمد وأصحابه جيرانهم مثل ما كانوا يغزون النصارى واليهود صاحوا الله أكبر وأمطروا الناس بالرصاص ثم فجروا أنفسهم ليذهبوا للحور الحسان في جنات تجري من تحتها الأنهار فيها الخمر والغلمان صاح الله أكبر كما صاح محمد يوم هجم على قبيلة خيبر وصاح هو وأصحابه الله أكبر خربت خيبر كان محمد أول من صاح الله أكبر قبل القتل وتبعه أصحابه واليوم يقلده الشباب المسلم الذي يحلم بإقامة دولة إسلامية مثل دولة الرسول دولة الخلافة قتل أكثر من 130 شخص يوم الجمعة الماضي كانوا ضحايا هذا الإرهاب الإسلامي الغاشم وطبعا كالعادة بعد كل إرهاب إسلامي يخرج الشيوخ والسياسيون والمؤسسات الإسلامية وكل همهم هو الدفاع عن الإسلام ما حدث ليس له علاقة بالإسلام هؤلاء لا يمثلون الإسلام هذا الضمار لا يرضاه أي دين الإرهاب لا دين لها هؤلاء مجرد إرهابيون ليسوا بمسلمين وهكذا اعتدنا على هذه العبارات التي من كثرة تردادها فقدت نكهتها مسلم يرهب باسم الإسلام وآخر يبرئ الإسلام والضحايا عليهم أن يقبلوا أن ما حصل لهم لا علاقة له بالإسلام عليهم أن يسمعوا الله أكبر ويسمعوا المنفذين ينعتونهم بالكفار ويقولون لهم أن الإسلام قادم وأن باريس تكون إسلامية عليهم أن يسمعوا كل ذلك ويصدقوا أن الأمر لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد إذا كان المنفذون لا علاقة لهم بالإسلام فما هو القاسم المشترك بينهم هل يمكن أن تخبرون ما الذي يربط بين كل مقاتلي داعش وهم من جنسيات مختلفة ويتحدثون لغات مختلفة ولهم مستويات تعليمية مختلفة ووظائف مختلفة ومستويات معيشية مختلفة ما هو القاسم المشترك بينهم غير الإسلام؟ أخبروني خلافتهم يعلنونها إسلامية يطبقون الشريعة الإسلامية فيها يصلون يجمعون الزكاة يصومون يفرضون النقاب يفرضون الجزية يقرؤون القرآن يجاهدون في سبيل الله كل هذا ثم يأتي شخص ويقول لك هؤلاء لا يمثلون الإسلام من يمثلون إذن؟ البوذية؟ الهندوسية؟ السيخ مثلا هالغزوة باريس لها علاقة بالإسلام؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه دون لف أو دوران يدعون أن الإسلام لعلق تلو بهذه الأمور نشوف في فيديو الثاني والله أقول لكل فرنسي الذين يعتقدون أن الإسلامية لا يستطيع أن يصل إلى الأوروبة والله بإذن الله سنعود إلى الأوروبة ويكون هذه الأوروبات في كل الأوروبة في الفرنس في بلجيك في المنزل في السيس في كل الأوروبة وفي كل الأوروبة إنشاء الله في الكني أريد أن أخدام صاحبكم. أني أخبرنام جنبت بقاء في الهجرة على الرافة الإسلامية؟ أريد أن تفعلك فتريقة ما فقط. فقالوا بالفعل، أنجعه للحيجرة وفققوا. وفقوا الجبرة. الإسلامية سيكون في كل الهوارب ارواب أردن لفعله ارواب أردن كل مدينة القلون في المدينة لا تترككم بالمدينة لن ترككم بالمدينة بحيث في العزة نحن بحيث في العزة العزة لقلون الإسلام إنها ستفرق لكنها ستفرق أيها الحمد لله طبعا ستسمع هؤلاء لا يمثلوا الإسلام